كخطوة من الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا بعد تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي تمت مع قادة الحركة الأسيرة في أذار الماضي والتي تتعلق بأمور وتفاصيل حياتية امتنع الأسرى داخل السجون عن الخروج للفحص الأمنية وأعادوا وجبات الطعام السجون في حالة غليان حاليا نتيجة إجراءات إدارة السجون واستخباراتها وعدم استجابة إلى مطالب الأسرى بالسابق استجابوا إلىها وردوا ونقتوا فيها الأسرى طبعا شكلوا لجنة النضالية من كل الفصائل العام الوطني وهذه اللجنة ستبدأ في الخطوات النضالية وبدأوا فعليا بيوم الاثنين أرجعوا وجبات الطعام ثلاث وجبات والأربعة اليوم كمان فيه إرجاع للوجبات إضافة إلى عدم الخروج من الغرف اللي هم موجودين فيه ووفقا لمؤسسات الأسرى فإن الأسرى أقر يومي الاثنين والأربعاء أياما مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة الفصائل في السجون هذه الإضرابات ستستمر لغاية الشهر الجاي متقطعة لكن الخطوات الفعلية ستبدأ في أول الشهر يوم الجمعة القادمة سيكون في خطبة الجمعة في كل مساجد الوطن ستتطرقوا لهذا الموضوع ودعم لأسرانا داخل السجون وأوضحت مؤسسات الأسرى أن المعركة الرهنة التي يخوضها الأسرى هي امتداد للمعركة التي شرع بها الأسرى في شهر شباط من العام الجاري حيث شرع الأسرى في وقتها بسلسلة خطوات النضالية بعد جملة من الإجراءات التنكليات التي أعلنت عنها إدارة السجون بحقهم وكان أبرزها تغيير نظام الفور أي الخروج إلى ساحة السجن وتضيق على الأسرى من ذوي الأحكام العالية وتحديدا المؤبدات حنين الحلو تلفزون فلسطين